السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر استقرار متواصل دون تسجيل لتساقط الأمطار على أغلب ولايات الوطن وهذا إلى غاية منتصف الشهر الجاري بحول الله نعود الآن لتوقعات التقس اليوم الأحد والبداية تكون كالعادة بصورة القامة الاصطناعي والتي توضح نتمركز بعض السحب ليح تكون دون فعلية وهذا على الجنوب الغربي وصلنا إلى غاية أقصى الجنوب وحتى على المناطق الشمالية أما بالنسبة لتوقعات التقسي صبيحة الأحد بحول الله تكون بداية أسبوع مشمسة مستقرة على أغلب ولايات الوطن باستثناء بعض السحب الخفيفة ليح تكون دون فعلية يعني مجحة مدأمطار رح تخص أغلب المناطق الشمالية وحتى على أقصى الجنوب وصلنا إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاسيلي أما بالنسبة لدرجة حالي سجلوها لصبيحة الأحد بحول الله ستصل إلى 11 درجة بالجزاء العاصمة 12 بعنابة 10 بمدينة أهران سجل 8 درجة فقط بتلمسان 6 ببيتنا حتى مدينة معسكر 3 درجة بيستيف 4 بمدينة قصنطينا 3 درجة نسجلوها بالبيض درجتين فقط ببيتنا 6 ببشار 10 بيتيندوف حتى منطقة عين سالح وكذلك 9 درجة نسجلوها بأدرار مورقلا وكذلك الود 12 درجة بمنطقة تامانراست أما بالنسبة لتوقعات التقص لظاهرة الأحد بحول الله تبقى دايما الأجواء المستقرة المشمسة وصفية ميز أغلب ولايات الوطن مع بقاء دائما تمرقص بعض الصحب الخفيفة لحتى تكون دون فعالية راح تخص أغلب المناطق الشمالية وحتى على أقصى الجنوب وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاصل وكذلك على وسط الصحراء كمنطقة عين سالح هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة الحاقوس واحدة بقاعدة من مرتفعة عن معدلها الفصلي وتكون نطيفة ودافئة في نفس الوقت لتصل إلى 23 درجة بوهرات 22 بالجزاء العاصمة و21 درجة نسجلوها بعنابة 16 بيتية تسطيف كذلك الجلفة 21 درجة بي بي جاية 20 مي كلمة 23 درجة بكلمسان 15 بي لبي 14 بي بيتنا 19 بي بشار 24 سجلوها بتندو 26 بي أدر حتى عين صالح 25 درجة بمدينة تامناست وورغلا و30 درجة بأقصى الجنوب منطقة عين جزا نمو الآن إلى إطلالة خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر بداية من سواحل بنصاف نحو ووهران نصد غانم تيبازا إلى غاية الجزائر العاصمة بومردس بي جاية إلى غاية جي جاية سيكون بحر مضطرب وفق رياح جنوبية غربية إلى غربية تروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما من سواحل مدينة اسكيكدا نحو النابة إلى غاية القالة سيكون بحق للإضطراب إلى مضطرب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية تروح سرعتها كذلك ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية تبسة والتي تقع شمال شرق الجزائر تباعدا الجزائر العاصمة بحوالي 569 كم والذي حبيت زيادة المدينة خلال أيام القليلة القادمة فإن التقص بها سيكون مشمس وصافي وحتى ربيعي في فصل الشيطة وهذا بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء القادم بحول الله مع درجة حياة الدنيا تروح ما بين 4 درجة إلى 5 درجة خلال صباحة وما بين 18 إلى 21 درجة خلال الظاهرة الرياح تكون ضعيفة ما تتعدى 15 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة هي الأخرى ستكون معتدلة نوعا ما لتصل إلى 50% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلكية لشرق ووروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين الكرام أصلوا إياكم إلى ختام نشرتنا دومتوم في رعاية لا وحفظه السلام عليكم